السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في دروس مادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي سنكمل اليوم معا إن شاء الله الدرس الأول من الوحدة الأولى والدرس كان بعنوان طرائق للجمع سنكمل الجزء الثالث منه تعلمنا في الدرس السابق أنه يمكن جمع الأعداد بأي ترتيب باستعمال العد التصاعدي لإيجاد ناتج الجمع وسنحصل على ناتج الجمع نفسه لو كان لدينا جملة الجمع 6 زائد 3 سوف نبدأ من بعد العدد 6 بالعد تصاعديا بمقدار 3 فيكون ناتج الجمع هو 9 نغير ترتيب الأعداد المضافة برسم أسهم متقاطعة فنبدأ بالعدد 3 زائد 6 يكون ناتج الجمع هو نفسه 9 وتعلمنا أنه يمكننا أن نكتب جملة الجمع بطريقة رأسية أو بطريقة أفقية في درس اليوم إن شاء الله سنتعلم كيفية حل مسائل لفظية على الجمع باستعمال العد التصاعدي بأي ترتيب قبل البدء تحتاج عزيزي الطالب إلى تجهيز كتابك الرياضيات وقلمك والاستعداد معي للشرح هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا لنحلنا مع أعزائي الطلاب المسألة رقم 13 في الكتاب صفحة 8 هيا افتحوا الكتاب وابدأوا معي بالمتابعة وقراءة المسألة في حديقة سمر 8 نبتات فول و 6 نبتات ذرة ما العدد الكلي للنبتات لديها؟ أرسم صورة ثم أكتب حقائق جمع تمثل هذه القصة مستعملا ترتيبا مختلفا للأعداد المضافة أعزائي الطلاب لحل أي مسألة كلامية تعلمنا أننا يجب أن نفهم المسألة جيدة من خلال قراءتها وأيضا ماذا يجب علينا لكي نحل المسألة الكلامية؟ فكروا معي أحسنتم علينا أن نحدد معطيات المسألة والمطلوب منها هيا بنا أعزائي لنحدد المعطيات الموجودة لدي هنا في المسألة ونضع تحتها خط ما هي المعطيات المتوافرة في المسألة؟ فكروا معي رائعون أن سمر لديها في حديقتها ثمان نبتات فور وأيضا ماذا لديها؟ أحسنتم لديها ست نبتات زورة ما المطلوب من ييجاده في المسألة؟ رائعون المطلوب إيجاد العدد الكلي للنبتات لديها إذن هنا قمنا بفهم المسألة الآن علينا أن نخطط لنحل المسألة لنفكر سويا ما هي العملية الحسابية التي أحتاجها لحل المسألة؟ فكروا يا أبطال أحسنتم هي عملية الجمع ما الذي ساعدني لكي أعرف أن العملية المطلوبة مني هي عملية الجمع؟ رائعون طلب مني إيجاد العدد الكلي للنبتات إذن هنا أحتاج إلى أن أكتب جملة الجمع ولكن قبل أن أكتب جملة الجمع يجب أن نمثل معطيات المسألة من خلال رسم صورة هيا أعزائي قوموا بمسك القلم وابدأوا بالرسم معي لتمثيل معطيات المسألة لنمثل أولا العدد المضاف ثمانية سوف أرسم ثماني نبتات فول هيا أرسموا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نبتات فول مثلنا العدد المضاف الأول دعونا نمثل العدد المضاف الثاني وهو العدد ستة أحسنتم سوف نرسم ست نبتات ذرة هيا أرسموا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ست نبتات ذرة أعزائي الطلاب إذا لم تتمكنوا الرسم بهذه الطريقة يمكنكم رسم أي أشكال أو صور تعبر عن العدد المضاف الأول ثمانية والعدد المضاف الثاني ستة فيمكن أن نرسم دوائر تمثل العدد الثمانية ومربعات تمثل العدد ستة الآن بعد أن قمنا بتمثيل القصة بالرسم دعونا نكتب الجملة العددية هيا لنبدأ معا بكتابتها من أي عدد نبدأ؟ فكروا معي أحسنتم نبدأ من العدد المضاف الأول ثمانية إذن نكتب ثمانية وتمثل ثماني نبتات فولن زائد كم عدد نبتات الذرة؟ ستة إذن نكتب العدد المضاف الثاني ستة الآن أحبائي لإيجاد ناتج الجمع نعد تصاعديا من بعد العدد ثمانية بمقدار كام؟ بمقدار ستة إذن نبدأ من بعد العدد ثمانية الذي يمثل نبتات فولن تسعة عشر إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر إذن ناتج الجمع هو أربعة عشر والعدد الكل للنبتات في حديقة سمار هو أربعة عشر تعلمنا سابقا أن تغيير ترتيب الأعداد المضافة لن يغير ناتج الجمع حيا بنا لنغير ترتيب الأعداد المضافة نقوم برسم أسهم متقاطعة لمساعدتنا في كتابة الأعداد بطريقة صحيحة فنبدأ بالعدد ستة زائد ثمانية كم سيكون الناتج برأيكم؟ أحسنتم سيكون نفس الناتج لن يتغير أربعة عشر هل تريدون أن تكاد سويا؟ هيا دعونا نعد بدءا من العدد ستة بمقدار ثمانية من بعد العدد ستة أعد السبعة ثمانية تسعة عشر إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر إذن هو نفس الناتج والعدد الكل للنبتات في حديقة سمر هو أربعة عشر نبتة أحسنتم يا أبطال هيا بنا الآن نحل أعزائي الطلاب المسألة رقم أربعة عشر في الكتاب صفحة ثمانية لنقرأ سويا المسألة أجد الأشياء المتشابهة في الصندوقين واحد واثنان أكتب جملة عددية لتمثيل عدد الأشياء الموجودة ثم أعيد كتابتها مستعملا ترتيبا مختلفا للأعداد المضافة أحباء الطلاب في أي مسألة كلامية يجب علينا أن نفهمها بقراءتها وقرأناها سويا يجب أن نحدد معطيات المسألة أين هي معطيات المسألة هنا معطيات المسألة متوافرة لدي هنا في الرسم في الصندوقين الصندوق رقم واحد والصندوق رقم اثنان ما هو المطلوب في المسألة أن أكتب جملة عددية لتمثيل عدد الأشياء الموجودة ثم أغير ترتيب الأعداد المضافة لكتابة جملة عددية هيا أعزائي الطلاب لننظر إلى الجملة العددية الأولى ما هو الرمز الذي يمثل هذه الجملة أنظروا معي أحسنتم القلب لنبحث عن رمز القلب في الصندوق رقم واحد ولنعد القلوب الموجودة في الصندوق رقم واحد هيا لنعد معنا القلوب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن عدد القلوب الموجودة في الصندوق رقم واحد هو العدد ستة وهو يمثل العدد المضاف الأول أيضا نبحث عن القلوب الموجودة في الصندوق الثاني وهي تمثل العدد المضاف الثاني لنكتب أولا العدد المضاف الأول ستة ونبحث عن القلوب في الصندوق رقم اثنان هيا كم عدد القلوب في الصندوق رقم اثنان؟ أحسنتم يوجد اثنان من القلوب إذن نكتب أن العدد المضاف الثاني هو اثنان والجملة هي ستة زائد اثنان علي إيجاد ناتجها أجد الناتج بالعدد تصاعديا من بعد العدد ستة من بعد العدد ستة أعد تصاعديا ستة سبعة ثمانية فيكون ناتج الجمع ثمانية تعلمنا سابقا أن تغيير ترتيب الأعداد المضافة لن يغير ناتج الجمع إذن سيكون ثمانية أيضا هو ناتج جمع اثنان زائد ستة لاحظوا غيرنا ترتيب الأعداد المضافة والناتج هو نفسه لكل الجملتين الآن أعزائي بنفس الطريقة دعونا ننظر إلى الجملة العددية الثانية ما هو الرمز الذي يمثلها؟ أحسنتم الزهرة هيا لنبحث في الصندوق رقم واحد عن رسم الزهرة هيا نبحث عد عدد الزهرات في الصندوق الأول واحد اثنان ثلاثة أربعة وهي تمثل العدد المضاف الأول نكتب أربعة في بداية الجملة العددية ثم نبحث في الصندوق الثاني عن نفس الرمز وهو الزهرة ونعدها هيا نعد معا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وهي تمثل العدد المضاف الثاني إذن نكتب أربعة زائد خمسة نجد ناتج جملة الجمع نبدأ بالعدد تصاعديا من بعد العدد أربعة هيا عدوا معي من بعد العدد أربعة نعود خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن ناتج جمعي هو تسعة وتغيير ترتيب الأعداد المضافة لن يغير ناتج الجمع إذن تسعة هي أيضا ناتج جمعي خمسة زائد أربعة رائعون هل تستطيعون حل الجملة الثالثة بمفردكم أحسنتم رائعون حاولوا وهيا لنتأكد معا من الحل الرمز الثالث يمثل الجملة هو رمز الشمس صورة الشمس لنبحث عن صورة الشمس في الصندوق رقم واحد هيا كم عدد الصور في الصندوق رقم واحد التي تمثل الشمس ثلاثة لنعدها واحد اثنان ثلاثة نكتب العدد المضاف الأول ثلاثة لنبحث عن نفس الرمز الذي يمثل الشمس في الصندوق رقم اثنان نعدها سويا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة نكتب جملة الجمعي ثلاثة زائد خمسة نجمع بدءا من بعد العدد ثلاثة بالعدد تصاعديا بمقدار خمسة هيا عدوا معي من بعد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهو ناتج الجمع وتغيير ترتيب الأعداد المضافة أحسنتم لن يغير ناتج الجمع فيكون ثمانية هو ناتج جمع خمسة زائد ثلاثة أنتم أبطال يا أحبائي الآن عليكم التأكد من فهمكم وقوموا بحل التدريبات رقم أربعة وخمسة في الكتاب صفحة عشرة بمفردكم أكتب حقيقتين جمع لكل قصة ثم أحلها هيا لنقرأ معا ثم قوموا بالحل بمفردكم في المسألة رقم أربعة جمع أحمد سيارات لعبة تسع سيارات حمراء وخمس سيارات سوداء ما العدد الكلي للسيارات؟ المسألة رقم خمسة رسمت سحر ثلاثة دوائر حمراء وثمانية دوائر زرقاء ما عدد الدوائر التي رسمتها سحر؟ أعزائي الطلاب قموا بإيقاف الفيديو والحل بمفردكم ثم عاودوا المشاهدة معي للتأكد من صحة الإجابة هيا بنا أعزائي لنتأكد من صحة الحل لنحدد في المسألة رقم أربعة معطيات المسألة نضع تحتها خط هيا ساعدوني في تحديد معطيات المسألة رائع أن أحمد جمع تسع سيارات حمراء وجمع خمسة سيارات سوداء ما المطلوب إيجاده في المسألة؟ أحسنتم إيجاد العدد الكلي للسيارات ما هي العملية الحسابية المنطبقة التي تساعدني لإيجاد العدد الكلي للسيارات؟ رائعون هي عملية الجمع هيا بنا أعزائي نمثل المسألة باستخدام المحسوسات إذن أحمد جمع تسع سيارات حمراء هيا نعدوا معنا السيارات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن وهي تمثل العدد المضاف الأول وخمسة سيارات سوداء وهي تمثل العدد المضاف الثاني هيا نعد بالسيارات السوداء التي جمعها أحمد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة سيارات المطلوب إيجاد العدد الكلي للسيارات التي جمعها أحمد إذن سأكتب جملة الشمع أبدأ بالعدد المضاف الأول وهو رائعون وهو تسعة إذن أكتب تسع سيارات حمراء زائد كم عدد السيارات السوداء؟ أحسنتم خمسة أجد ناتج الجمع بالعدد تصاعديا من بعد العدد التسعة هيا نعد تصاعديا من بعد العدد التسعة تسع سيارات حمراء أضيف لها سيارات سوداء من بعد العدد التسعة عشرة 11 12 13 14 إذن ناتج الجمع هو 14 وهذه هي حقيقة الجمع الأولى الآن أكتب حقيقة الجمع الثانية أغير ترتيب الأعداد المضافة فأبدأ من العدد خمسة زائد تسعة ما رأيكم ما هو ناتج الجمع أحسنتم هو نفسه 14 لن يتغير ناتج الجمع لأن تغيير ترتيب الأعداد المضافة لن يؤثر في ناتج الجمع إذن ما العدد الكل للسيارات التي جمعها أحمد أحسنتم هي 14 السيارة لننتقل الآن من التأكل من صحة حلك للمسألة رقم 5 المعطيات المتوافرة لدي في المسألة هنا أن سحر كم دائرة حمراء رسمت أحسنتم ثلاث دوائر حمراء وكم دائرة زرقاء رائعون 8 دوائر زرقاء المطلوب مني إيجاده في المسألة عدد الدوائر التي رسمتها سحر أعتقد أنكم كنتم بالرسم هيا لنتأكد من صحة الرسم سويا سوف أمثل الدوائر الحمراء تأكدوا معي لدي ثلاث دوائر حمراء 1 2 3 ولدي كم دائرة زرقاء؟ 8 هيا لنتأكد سويا هل هي 8 دوائر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 الآن لإيجاد العدد الكلي للدوائر الآن لإيجاد العدد الكلي للدوائر يجب علي أن أكتب جملة الشمع أبدأ بالعدد المضاف الأول وهو 3 أحسنتم سوف نكتب 3 زائد 8 العدد المضاف الثاني أعد تصاعديا من بعد العدد الثلاثة بمقدار الثمانية لإيجاد ناتج الجمع هيا نعد معا من بعد العدد الثلاثة 4 5 6 7 8 9 10 11 إذا ناتج الجمع ثلاثة زائد 8 هو 11 أكتب حقيقة الجمع الثانية أغير ترتيب الأعداد المضافة أبدأ بكتابة ثمانية زائد ثلاثة ناتج الجمع ممتاز رائعون لن يتغير هو نفسه 11 وعدد الدوائر التي رسمتها سحر هو 11 دائرة إذا كانت إجابتكم صحيحة أحبائي يمكنكم وضع إشارة صح ورسم الوجه الضاحك الآن عليكم حل الواجب في الكتاب صفحة ثمانية التدريب رقم 15 سأقرأ عليكم المسألة لدى ريم سبعة أسمات ولدى إيمان خمس أسمات كم سمك لدى الاثنتين معا أي مما يلي يوضح طريقة العد التصاعدي انتبه العد التصاعدي لحل المسألة فكر ما هي العملية الحسابية وما هي الطريقة المناسبة من A أو B أو C أو D لتوضح العد التصاعدي التي تناسب حل المسألة عليكم أحبائي حل الواجب والتأكد من صحة الحل مع معلمتكم أشكر لكم متابعتكم إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله وداعان